اكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان على اهمية التحول الرقمي للخدمات الاسكانية المقدبة للمواطنين وذلك بناء على معطيات الظروف التي فرضتها الجائحة على جميع دول العالم مشيرا الى ان وزارة الاسكان قامت بتطوير منظومة المعلومات الاسكانية والتوسع في مجال التحول الرقمي جاء ذلك خلال ترأس مملكة البحرين للاجتماع التاسع عشر للوزراء المعنيين بشؤون الاسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي وبيّن وزير الاسكان خلال كلمته في الاجتماع نجاح البحرين في تطبيق تجربة التحول الرقمي والاستخدام الفعال للتكنولوجيا بالشكل الذي ينسجم مع توجيهات جلالة الملك المفدى الرامية الى تبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الخدمية وتسخير الامكانات التقنية كافة خدمة للمواطنين من خلال قاعدة معلومات سريعة ومتطورة مرتبطة مع جميع الجهات الرسمية المعنية وخلال الاجتماع تطرق وزراء الاسكان بدول مجلس التعاون الى تبيان اهم طرق التمويل السكاني بالاضافة الى مناقشة قواعد المعلومات الاسكانية التي تساند صناع القرار على اتخاذ الخطوات المطلوبة من اجل ادارة هذا الملف وفق احصائيات وبيانات محددة كما تم استعراض النظام العام الموحد لملاكي العقارات والاستراتيجية الموحدة للاسكان في دول مجلس التعاون اليوم ترئست البحرين اجتماع الوزراء البعنين بالشؤون الاسكان التاسع عشر واللي في الحقيقة اجتمل على مواضيع مهمة جدا ويمكن من ابرزها طبعا التطرق الى موضوع الجائحة وكيف ان استطاعت الدول اجمعها في ان تقدم خدمات الالكترونية للمواطنين وايضا تكلم في الحقيقة عن موضوع مهم موضوع التمويل السكاني ويمكن من ابرز ايضا العناوين اللي هو قواعد المعلومات الاسكانية اللي بالفعل تساعد صناع القرار على اتخاذ الخطوات المطلوبة في الشأن الاسكاني وبشكل عام تساعد على ادارة الشأن الاسكاني وفق احصائيات وبيانات بشكل واضح ايضا ناقش موضوع جدا مهم هو اتحاد المنتفعين او اتحاد الملاك ولعل ايضا من ابرز الامور الاستراتيجية الموحدة للاسكان في دول مجلس اللي هي تقريبا تحدد الاطر العامة للسياسات الاسكانية وكيف التعامل مع الملف الاسكاني وايضا ايش المنتجات الاسكانية اللي تخدم ايضا سرعة تلبية الخدمات الاسكانية المواطنية اشتركوا في القناة